بسم الله الرحمن الرحيم فات الشجيل دائما في إطار الوراة البشرية نحاول نقدم حالة مرض سائد غير مرتبط بالجنس كاديو المالادي دومينونت نولي أو سكس بالنسبة لحالة للمرض متنحي وغير مرتبط بالجنس سوف توجد الرابط هنا في البداية نحاول نبين كيفية التعرف على أن الحال للممرض سائد انطلاقا من دراسة شجرة النسل كما تترمي كل الموبيد والمالاد في منطقية الأعباء الجنسل أسهل طريقة التي تتنظر أن المرض سائد هو أننا نبحث عن جانب الداخل شجرة النسل على أبوين مصابين نبحث عن أبوين مصابين أنجبا أبناء سنينين سواء أندكور أو إناد لكادثين والمولدين يمكنني العثور إلى الدماء العفور والأبنات من الأولى هذه المترجمات كذلك الأسباب هي أصبح الأبناء السنمون حصلوا على الحل العادي من الآباء لكن هذا الحل العادي لم يتم التعبير عنه عند الآباء مدام لم يتم التعبير عنه فهو متنحي وبالتالي فالمرض هو السائد أو بصيغة أخرى مدام أن الأبناء حصلوا على الحل العادي من الآباء إذن الآباء مختلف الاقترام عندهم حلين الحل العادي والحل الممرض فرض مختلف الاقترام وتم التعبير عن المرض إذن المرض هو السائد The génération أو la descendance saine indique que les parents sont hétérozygotes Ils possèdent les deux allées, l'allée normale et l'allée morbide Mais l'allée morbide est exprimée donc c'est l'allée morbide qui est dominant هذه est l'essayale حالة التي تطبيقنا بأن le mرض سعيد نحن نحن دعونا بأننا نتعرف بأن المرض غير متبات بالجنسي إذن في هذه الحالة ضروري نتابع بأننا دائما نتشاف بأننا نبين بأن الحال الممرض سايد لذلك نتأكد أن الجن responsable للمالادي لا يوجد بالسكس ولكننا نستطيع أن نبين بأن الحال الممرض سايد نقلب داخل شجرة النسب على أحد الحالتين التاليتين إما نبحث عن أب مصاب أنجب بنت سليمة أو ابن مصاب ينحذر من أم سليمة يعني في الحالة دي الممرض الحليل إذا وجدنا بأن الحليل سايد نقلبه على ذكر مصاب في المثال السابق الخاص بالحليل المتنحي إذا كان الممرض متنحي في المثال السابق دائما أجد الرابط هنا إذا كان الحليل الممرض متنحي وإذا كان نبحث عن أنت مصابة وذكر سليم هنا نقلبه العكس يعني أن إذا كان الحليل الممرض سايد كان نبحث عن ذكر مصاب وعلاقته مع الجيل الآخر مع أنت سليمة يعني إذا كان الذكر مصاب هو الأب كان نبحث إذا كانت عنده بنت سليمة أو العكس إذا كان الذكر مصاب هو ابن سنرى لأنه عنده الأم سليمة ذكر مع أنت ثم ذكر أنت يختلف في الجيل ويختلف في المظهر الخارجي هذا هو المصاب والأم تسليمة أب مصاب أنجببين سليمة أو أم أو ابن مصاب ينحذر من أم سليمة إذا كان مباشرة في الموريتة غير متابعة في سبري جنسي وطبع الحل دائما كدع لها النقطة بأننا نحن عرفنا بأن الحليل الممرض فهو سليمة في مفاكين بأنبات سليمة لأم تسليمة جدا لنهاد في المناطي كذلك لتحاول النار بين النار عقل وحالة لقوام النار من الحلق سليمة اذا كان ذكر جدا أو وحالة المناطي أم هاني أنصى شبه سليمة كذلك، عرصة سليمة بالاحتراف حالة لغاية أم هام سليمة سليمة أو يصلي guy صليمة يعني أو يصلي فالمرضا يجب أن تبهي على ذلك. في دائما كامل الأجساء المنشفر تعملات أولا خلفية. الآن نسبة للاحترم وإنجاب تقوم بشكل مرتبطة حقوقحين لن نفس العملية تيزم في نفس الاملات ثم نشاط نفس الاملات Hit خلص ي ستماع الشجارات النسبة بأن مثلا إينات مصابات بالمرض. إذا كانت أنت مصابة بالمرض بحالة المثال مدام أنه سائل لأن الأبوين مصابين أخي أنجبوا أبناء ثانيمين يعني لدينا أم مصابة. إذا كانت أنت مصابة هذا يعني مباشرة بأن الموردة غير محمولة على إغراج لأن الأنت لا تتوفر على الصبغي إغراج. أو كيمكننا نبحث على طريقة أخرى في حالة عدم تواجد علاقة أب أكثر مصابين. إذا كانت مصابة أب بحالة المرضية. لذلك يمكن أن يكون معمولة على إغراج. لأن إذا كان إغراج بالمرض بحالة أب في حالة أب أو يتوفر على أب Or يتوفر على أب و هذه المتحدثة أجبوا أن يكون معمولة على إغراج. On peut montrer que le gène n'est pas porté Y Dans deux cas En utilisant deux justifications possibles Premièrement, une femme est malade On déduit directement que le gène n'est pas porté Y Ou bien dans le cas d'absence de relation père-fils C'est-à-dire un père malade qui donne un fils sain Ou l'inverse, un père sain qui donne un fils malade Donc le gène ne peut pas être porté par Y Parce que le phénomène du père Si le gène n'est pas porté par Y Le phénomène du père doit être identique au phénomène du fils Et bien parce qu'on a une relation avec l'âbe et l'âbe Il se fait que le moudreur de l'âbe Il se fait que le moudreur de l'âbe n'est pas pour courir Alors dans ce cas nous avons besoin de Y Maintenant, par rapport à la X Dans le même processus du métal sable On va en faire un petit déjeuner On va en faire un déjeuner à la x Et si on fait un déjeuner à la x فإن النمط الوراثي للأب سيكون X يكون Y وبالتالي فبنته ستاريت X يعني ستاريت X يحمل الحل الممرض من الأب ومدام أن الحل الممرض هو السعيد فالأنته ستظهر مصابة في حين أنها سينما وبالتالي فالمرض هذا الإفتراض خاطئ لا يمكن أن يكون محمولا على X فعيتل ح vocês فق temperatures لأنتهي keine나 seriously فى اترحي سينما لا يكون حgeordيا Soعنبي AGAIN فعليد فويوس فخاص study فعليد فعليد يمكن أن يكونون بحقين X و Y لذلك يكونون بحقين يكونون بحقين هذا التعليل حالة الأولى كما نوضحها أكثر نعتمد على السبريات إذا كان محمول على X ف الأب سيكون لديه X Y و البيت ستريد X من الأب و كيف كان X الأخر سواء كان ستريد X أو ستريد X من الأب فالبنس ستريد مصابة في حين أنها سليمة وبالتالي فالإفتراض خاطئ إذا بنفس الطريقة التي أعلننا بها هذه الحالة سأعلن بها الحالة الثانية الحالة الثانية أم مصابة أنجبت ابن سليم أو ابن سليمية الحالية من أم مصابة فعالة الثانية لديه 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 بشكل سيسد نهاجد اور باح أخرجنا على الجنان البيض. يجادي يجب أن يعنيون يجنان البيض. يجب أن يعيش لحما ي Columbus محتم للهجاب على المشاب�� لتحسابي عام الشيء. سيسد نهاجد نهاجد مبت بحالة فهورة فهورة قوت عمد. لسيه يجب أن يكون عاماً دمات لعامل شخص حسابي خن. لا يستم بأسسساته إذا العمل لا يستم بأسساته بالتعامل الذي ي ترحية سيسagn بأسساته أصبح الأعدائم حèmes لذلك قد يستم بأسساته بأسساته Politik بأسساته دلعستر إلى اليكاء بأن منتحب كلمة على البعض سيدة فالمورثة غير محمولة على إغاك إذا اختردنا بأنها محمولة على إكس فإضافة نامات الوريتي元 X يعني بالطرورة سيارة إكس يحمل المرض من الأم وإذا كانت الأم عندها إكس يحمل المرض فستط هغار مصابة في حين أنها سليما وبالتالي فالافتراض خاطئ يعني أنها غير محمولة على إكس إذا كانت مورثة غير محمولة على إغاك وغير محمولة عائك فهي محمولة على سبغي لجأتي لنتج their pick up one 거지 سرع السوداء قليل في جعل الس 스타 . هي لك. مصبع الصف هنا我要 masks لنوبس الخليطس 3. الم Fraوات اخذ من عمل الجنم SLهم خاصة بعض انجابهم يوشل ال من التى particle الغناول ، منCh själv يالتقضي لل LINU إيل Chile أنصافح لكسمر إلى وال vanilla وأن يتشعر ،แลين بدأتمافت ذلك على الجهن أو شخص Denي لحظت ايذري خاضر La deuxième question détermine la probabilité pour que le couple 2,8, 2,9 donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre réponse en utilisant l'échiquier de croisement. Donc il y a un symbole grand R et petit R pour les deux allèles du gène étudié. Donc premièrement, pour montrer que l'allèle responsable de la maladie est dominant, on doit chercher dans l'art généalogique de deux parents malades qui ont donné laissance à une descendance saine. Donc on a ici le cas de deux parents 2,5, 2,6. Les deux parents sont malades. Elles ont donné une fille 3,1, saine. Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc pour nous parler de la maladie, on va chercher à la séance de l'âge, à l'abouin et à l'abouin, à l'abouin et à l'abouin, à l'abouin et à l'abouin. Et puis on va chercher à l'abouin et à l'abouin, à l'abouin et à l'abouin. Maintenant, pour montrer que l'allèle responsable de la maladie est non lié au sexe, on doit chercher à un nom malade, soit issu d'une mère saine ou qui a donné une fille saine. Donc là, pour nous parler de la maladie, on va parler de la séparation. On va chercher à un homme malade, soit issu d'une mère saine, Il n'y a pasmloué pour l'abouin et là, c'est une femme miste ou une femme L'abouin, au fait, est le smiled content de la vérité. Mais il n'y a pas наших d'eng הצ, Cette date, c'est-ce qui c'est une femme miste ! Il y a tout un miste qui en fait, il va témer un eu morceau sur le miste qui se dément sur le miste. Musiqueement, il n'est probableur fin au temps... nam, il s'aide d'un homme la vraie saine, il n'y a pas l'attre�une, المترجم للقناة فالمرض غير محمول على Y بما أن هناك إنات حاملات للمراض فممكن أن هذا المراض يكون محمول على Y إلا أن الإنات تتوفر على Y الآن بالنسبة لX سوف نفترض بأن المراض محمول على X سوف نفترض بأن المراضي غير محمول على X فالخضر 1 غير محمول على X سوف نفترض بأن المراضي هذا المراضي في حامل التي يوجد بحثناها التي تتجني أخوتي لذلك السورة سبب الماضية هي جيدة إضافة لذلك لاستقل لذلك لاستقل لذلك أيضا من كرموزوم أوتوزوم. إذن للتعليل على السبب لأن هذا الحالة تبيحين بأن المورد غير محمول على صبري جنسي. إذا افترضنا بأن الحليل الممرض محمول على X. فالأبراك عنده X. Y. البنت ستالية X. ستكون مصابة في حين أنها سيئة. وبالتالي فالافتراض بأن المرض محمول على X فالفتراض خاطئ. إذن كتلاحظوا هنا يمس بالنمط الوراثي إذا اعتبرنا بأن المرض محمول على X. بما أن المرض سائد فالأبراك عنده X. نستعمل الرموز X. Y. إذا كان الأب عنده X. فالبنت ستالية X. من الأب. وكيفما كان الحل الذي ستوليته عند الأمس. ففضر رخصة بظهر مصابة لأن المرض سائد. في حين هنا كنلاحظوا بأن هذه البنت ساليمة. إذن افتراض لأنها محمول على X وافتراض خاطئ. وبالتالي فالمرض غير محمول على X وبيننا مرقب بأنه غير محمول على Y وبالتالي فهو محمول على صبغي لا جمسي في الأخير منسبة الاحتمال إنجاب طفل مصاب بالمرض من طرف الزوج 8-9 لذلك هنا ستستعملوا شبكة التزاوج منسبة الرموز المستعملة منسبة الحالي الممرض لأنه سعيد و منسبة الحالي العادي لأنه متنحي طبيعا الحال قبل ما ندروا شبكة التزاوج و سنعرفوا النمط الوراثي للآباء بما أن الأب سانيم والمرض السائد فبالطرورة فهو متشابه الاقتران لا يمكن أن يحمل في النمط الوراثي لأنه هو السائد فهو يحمل حالي لين ساليمين في نفس الوقت متشابه الاقتران بالنسبة للأم هي مصابة بالطرورة ولكن عندها خالف سانيم عندها بنت سانيمة إذن هذه البنت ستاليت من الأم و من الأب إذن الأم بالطرورة ستكون مختلفة الاقتران لأنها مصابة لأنها تتوفر على بنت سانيمة إذن مدام عرفنا النمط الوراثي كنا ندروا شبكة التزاوج النمط الوراثي متشابه الاقتران و الأم مختلفة الاقتران إذن الأب سينتج نوع واحد من الأمشاج والأم و الأم ستنتج نوعين من الأمشاج بنت سانيمة 50% لأنها تتوفر على بنت سانيمة 50% لأنها تتوفر على نمط الوراثي النمط الوراثي من الأم و النوعين من الأم النمط الوراثي من الخلاف بنت سانيمة 50% يعني مصابون بالمرض و أي شخص Comes المصابة 50% نمط الوراثي من الأم على فضلك المنزة مثل ولك من الأم النمط الوراثي خلال والدерж hired ل ley تتوفر الكlaim هيدم أفعها لفسي على فتحة ترجمة نانسي قنقر